بكيف إنه إحنا نحكي اليوم رح يصير في عنا شح في المواد الغذائية شح في الموارد الطبيعية شح في الحياة كمان لأنه عم نلاحظ التصحر والجفاف عم بيؤدي إلى مجاعات فكل هاد الحكي متواصل رح يؤدي في النهاية إلى يعني هلاك البشرية بأكملها إذا لم ننتبه بالفعل إلى ما يحدث من التغيرات المناخية خلينا نحكي بشكل عام عن تأثير التغيرات المناخية على الجانب الاصطناعي في حياتنا في العالم أو في الدول العربية أو يعني بشكل عام الصناعة دائما من المصانع بتعمل على التنفسية يعني التنفسية تخفف عفوا التكلفة إلى أقل ما يكون وبالتالي إنك إنت دلوقتي مع القيود الجديدة اللي هتكون على الصناعة وعلى الإنبعاثات فإحنا محتاجين ننقي محتاجين نطور نستخدم تكنولوجيا أحدث فمحتاجين تكلفة أكتر وبالتالي أنا زي ما قلت إن كان من توصيات مؤتمرات المناخ السابقة مئة دولار لكل طن إمبعاثات الطن إمبعاثات ده بتطلع من المصانع فبالتالي كل مصنع مطالب إنه يزود في التكاليف اللي عنده علشان يعمل نوع من أنواع الفلاتر والمرشحات اللي هي بتساهم في تقليل الكربون بقدر المستطاع وأيضاً بيتكلف بقى يعني كان في مبدأ أرسوق الاقتصاديين الملوس يدفع الدولة اللي لوست تدفع المصنع اللي لوست تدفع هنا هنخش في مجال الصناعات الصقيلة والحديد والأسمن والكيمويات وكل الصناعات الملوسة للبيئة والتي بتطلق ساني أكسيد الكربون بكيميات كبيرة فهي مطالبة بقى مع الالتزام العالمي الجديد وهي دي الالتزامات دولية ومطالبة دول المتقدمة أن هي تحد من الانبعاثات عن طريق توفير أسليب تكنولوجية حديثة يمكن تكون في البداية مكلفة ولكن تلك الصناعات مطالبة أنها تستخدم الألات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة اللي هي نقدر بقدر المستطاع ما تصدرش أو ما تطلعش انبعاثات كربونية وفي نفس الوقت تكون الجودة بتاعتها مرتفعة